استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وفد الإرشيف والمكتبة الوطنية برئاسة سعادة عبدالله ماجد دالعلي المدير العام وطلع سمو على الخطة الاستراتيجية للإرشيف والمكتبة الوطنية 2022-2025 بعد نقل مهام المكتبة الوطنية إليه كما اطلع سمو على أبرز التطورات والوسائل المبتكرة التي تسهم في تعزيز دور الإرشيف والمكتبة الوطنية وأداه المتميز على صعيد حفظ السجلات الحكومية والوثائق التاريخية لدولة الإمارات والمشاريع الهادفة إلى تاحة الوثائق لمتخذ القرار والباحثين واستعرض الوفد أمام سمو شيخ حمدان بن زايد آل انهيان مشروع الإرشيف الرقمي للخليج العربية الذي تم إطلاق بالتعاون ما بين الإرشيف والمكتبة الوطنية في الإمارات والإرشيف الوطني في المملكة المتحدة واستمع سموه للتقرير المفصل الذي قدمه مدير عام الإرشيف والمكتبة الوطنية حول تطوير مركز منطقة الضفر الثقافي وعبر سمو شيخ حمدان بن زايد عن إعجابه بما يحويه الإرشيف من كتب ومواد مصورة ووثائق تاريخية ومعلومات تمثل إرثا حضاريا وتاريخيا المنطقة والإنسانية ترجمة نانسي قنقر